كان كافراً كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روه أحمد في مستده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً فإن فجوره على نفسه وإن كان فاجراً وفي رواية صحيحة من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافر وإن كان كافر هذه الدمع عند الله عظيمة دعوة المظلوم عند الله عظيمة والله عظيم احذر احذر اذا كان المظلوم ده ما عندهش وسط زيك وما عندهش اموال زيك وما عندهش امكانيات تؤهله انه يقدر ياخد حقه منك فاعلم يقينا ان الله قد اهله باعظم مؤهل قاله هو دعوة الليل سهم واحد من اسهم الليل يخرج من قلب هذا الرجل صدقني تكابت به ظلمات الدنيا والاخرة تكابت به ظلمات الدنيا والاخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ودعوة المظلوم اي احذروا من دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب تحمل على الغمام كأنها شرارة يقول الله وعزتي وجلالي قال بعض اهل العلم من السلف الصالح وهو يسمع هذا الحديث من هذا الذي تجرأ حتى يغضب الملك من هذا الذي تجرأ حتى يغضب الملك ليقول الملك وعزتي وجلالي لأنصر النكي ولو بعد حين من هذا الذي تجرأ على الظلم فيجعل الله سبحانه وتعالى يغضب من فوق سبع السماوات بسبب هذا الظلم احذر قال رسول الله ثلاث دعوات لا شك في اجبتهم اذا كان المظلوم ده ما عندهش وسطه ما عندهش القدرة ان يأخذ حقه منك اعلم يقينا ان الله معه اعلم يقينا ان له سهام بالليل والله قاسمة لرقاب اي ظالم على وجه الارض هتوقف انت وهو او هتوقف انت وهو على القنطرة بين الجنة والناس ممكن تكون لك حسنات ممكن تكون من اهل الفضل لك حسنات بس ظلمت انتبه خد بالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم ما استطعتم اتقوا الظلم ما استطعتم الحديث روه ابو يعلى في مستده والامام احمد والطبراني باسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم ما استطعتم فان العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يأتي بحسنات عظيمة يوم القيامة يرى انها ستنجيه فما زال عبد يقول يقول يا ربي ظلمني عبدك هذا مظلمة فيقول الله أمح من حسناته حتى لا يبقى من حسناته حسنة وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه حذيفة وابن وسعود وسعد بن أبي وقاس وسلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع يوم القيامة له صحيفته ترفع له الصحيفة في رفع أعمال حسنة كثيرة لترفع له صحيفته حتى يرى أنه قد ناجي شاء الله كل دي حسنات بإذن الله على الجن حتف على الجن حتف غرته حسناته حتى يرى أنه ناجي فما تزال مظالم بني آدم حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئتهم أو يحمل عليه من سيئتهم حتى يلقى حتى يلقى في جهنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله لي رسول الله نبي حذرك من المرحلة دي التي ستقف فيها بينادي الله عز وجل قال فليتحلله قبل أن يأتي يوم لا يكون فيه دينار ولا درهم إنما هو العمل الصالح حسنة وسيئة حسنة وسيئة احذروا من هذا الأمص وقال النبي صلى الله عليه وسلم وريد تنتبه لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعة منهم يا رسول الله قال إمام ظلوم مسؤول ظلم مسؤول ظالم إمام ظلوم وكل غال مارق كل إنسان بيغلو في الدين فيخرج بهذا الغلو من دائرة الإسلام سبحان الله حسنات وسيئات ما فيش أموال ما فيش جهورة سلطان النهاردة الوسطى اللي كانت بتساعدك في الدنيا انتهت المسؤول اللي كان بيعينك على الظلم في الدنيا انتهى ما لك اللي كان بيحميك في الدنيا خلاص خلص ما عادش لمال ولا جاه ولا سلطان ولا مسؤول كبير هيحميك بسبب الظلم اللي انت تتعونه انتهت المسألة هعرف مصورك فين احذر احذر هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل المظالم التي تكون بينك وبين العباد قال الله عز وجل اسمع إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه ليشوي الوجوه بئس الشراب أيها الله بئس الشراب بئس الشراب للظالم بئس المصير للظالم بئس العقوبة للظالم احذر أيها الظالم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والحديث احنا يمكن حظينه بس هناك كثير بس يترى يعني ايه ظلمات يوم القيامة قرأت ما يقول مثلا من 30 مصدر من كتب شروح السنة ودووين السنة علشان اقدر اعرف ايه قصة اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فكان العلماء ملخص اقوالهم ترجع الى ثلاث اقوال القول الاول انها ظلمات حقيقية لا يهتدي العبد بسببها الى طريق الجنة وهو يوم الايام طريقين يا طريق للجنة يا طريق للنار ولا يقطع طريق ايقش الطريق الثاني فانه ظلمات اي ظلمات حقيقية لا يهتدي بها الى طريق الجنة فيسير في طريق أهل النار فيسقط في جهنم وبعضهم قال ظلمات حققية على الصراط الصراط أنا محتاج في النور راح النور ويع في جهنم هذا هو قول أول ظلمات حققية وبعضهم قال ظلمات بمعنى شدائد وهذا قول الله عز وجل ظلمات البر والبحر أي شدائد وقربات البر والبحر أي لن تكون هناك مرحلة من مراحل الأخرة إلا وهي شدائد وقربات وعظائم عليك من قيمة لا تكون سهل ميصور أبدا أبدا لا والله بل هي شدائد ومصائب عليك وبعض أهل العلم قال فإن الظلم ظلمات ظلمات هي قناية عن العذاب والنكال الذي ينكر الله عز وجل بإيه هذا العبد يوم القيامة احذروا الظلم احذروا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وأما أنت أيها المظلوم فأبشر وأما أنت أيها المظلوم فأبشر بما حباك الله عز وجل به وأيقن أن الله عز وجل سيقر عينك في الدنيا بهلاك هذا الظالم وإذا لم يكن هذا في الدنيا فأبشر فإنه في الأخرة ولقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يهلك هذا الظالم في الدنيا ليكون عبرة لمن يعتبر من أجل ذلك وضح الله لنا لماذا أهلك الأمم السابقة بسبب ظلمهم اسمع كده كيف ذكر الله عز وجل مسألة عذاب الأمم السابقة بثلاثة وربح آيات كده من القرآن اسمع قال الله عز وجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة قصمنا شوف الكلمة وما فيها من شدة الكلمة وما فيها من شدة وكم قصمنا بل اسمع ماذا قال الله عز وجل وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَا اسمع إلى قول الله عز وجل حينما قال وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا قسمنا أخذنا وأخذ الله أليم شديد أهلكنا إذا هذه حكمة الله ترجمة نانسي قنقر